السلام عليكم في وصفة اليوم سنصيبوا سهل ثلاثة المكونات بدون لحم العشاء خفيف تابعوا معي الوصفة على قناة امتها شانيل سنبدأوا على بركتي الله سنحتاج هنا عندي جوج حبات الطماطم الكبار مقشرة ومقطعة مربعة صغيرة سنأخذوا الإناء فين سنشحروها ونضيروا شوية الزيت البلدية بالنسبة المقادير هذه الوصفة انا هنا يدرت المقادير تقدروا تزيدو او لا تنقصوه في المقادير بالنسبة للعطرية سنضير شوية البزار وشوية دي الملحة سوف نحتاجه في العطرية لا نكتروا بزا في البزار نضيره فقط غير رصة دي المعرقة والملحة دائما تبقى على حسب الدوق سنشحر مطيشها مزيان على عثية مهيلة وانا كنحرك حتى نحس بها طابط تقدروا تزيدو معاها واحد الفص دي الماء اللي بغيتو من الاحسن تختارو مطيشها اللي كتكون طايبة باش تطيب النضغية وتولي على هاد الشكل هادا دا بعدين نحيدها من فوق البطان نديرها في شيء انا اخر وندوز باش نصوه بالبصلة في انا قد ندير شوية دي الزيت نباتية وندير فوقه هنا يا جوج ديال البصلات اللي قطعتهم هكا على شكل طولي فالعطرية غدي ندير شوية ديال الملحة واليبزار فقط ما غديش نحتاج شيء عطرية اخرى من غير الملحة واليبزار في هاد القغطة وصدقوني كي يجي هائل وكي يجي رائع كنتمنى انكم تجربوه بنفس الطريقة غدي نشحر البصلة حتى هي وغدي نخليها حتى تحمر ومن بعد غدي نحيدها من فوق البطا في انا اخر درت ثلاثة ديال البطاتات كبارين باش يتسلقوا ومن بعد غدي غدي نخليهم يطيبوا على ما تشحر البصلة وغدي ندوزوا باش نصوبوا القغطة من بعد ما طابت البصلة ومطيشة وبطاة ايضا غدي نجيبها نقشرها وغدي نزيد عليها واحد الحبة ديال البيض بالنسبة للبيض كي يبقى اختياري هنا انا درتو باش يكون داك القغطة متماسك ويجي ديك بطاطة متماسكة بحل شكل عجينة في العطرية غدي ندير شوية ديال الملحة منسوش اننا ندرنا الملحة في البصلة ومطيشة وغدي ندير ايضا شوية ديال البزار غدي نمعس بطاطة بهاد الادات حتى تولي على شكل بومد تقدرو ايضا تدوزوها في الطحانة اليدوية المهم انكم تطحنوها مزيان حتى ما يبقوش فيها الحبيبات وتولي على شكل بومد من الاحسن تديرو هاد العملية وبطاطة تكون باقة سخونة يلا حيتوها من فوق البطة باش هكي يسحل علينا اننا نمعسوها وتصيب لنا ضغي ضغي هادي نجيب اللاطة اللي غدي تدخلي الفران وغدي ندهنها بشوية ديال زيت الزيتون من الجناب ومن الوسط ومن بعد غدي ندير عليها بطاطة وغدي نحاول هكي نشكلها على شكل كيش تعطيني واحد الشكل اللي خاوي من الوسط باش هكي يصلح لي اني ندير الحوشوة فيها من الوسط فهاد الاثناء راني شارت الفران من التحت ودرتوه على درجة حرارة عادية باش يسخن مزيان تقريبا 300 درجة باش هكي يطيب ان الكيش ضغي ضغي غدي نتسنو عليها حتى تعقد النغير ديك بطاطة شد راسها بذيك البيض ومن بعد غدي نخرجوه ضغي 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 غدي طيب كيما شفتو هاد القراطة ساهل وبسيط اول حاجة غدي نديرو مطيشة من التحت وغدي نطاليو هاك كم زيان تقدرو تعمرو هاد القراطة هادا باي حوشوة بغيتو انا فقط هنا يعطيتكم فكرة ديال مطيشة والبسلاكة جي هائلة ايضا غير مطيشة والبسلاكة جي زوينة تقدرو تزيدو الكفتاة تزيدو السوسس اي حاجة بغيتو لادان تهوة كيجي هائل وتقدرو انكم تديروها غير هكا بلا لحم هرا كيجي عشا خفيف وزوين وساهل ضغي 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 تقدرو تصوبو غدي ندير البسلاه من الفوق بهتشكل هادا انا وجدت من قبل الفرماج احمر وحككتو ومن بعد غدي نزيد الفرماج من الفوق تقدرو تزيدو ايضا تال فرماج موزاريلا انا يا صوبز انا غير الفرماج حمر سافيو هالقراطان ديالي ساليتو دابا بقالي غير نديرو في الفران باش داك الفرماج يدوب وايضا داك بتاطا اللي التحت تشد رعصها مزيان وتتحمر غير شوية من التحت والقراطان ديالنا خلينا خمسة دقايق في الفران وهو دا طب كيجي على هاتشكل هادا بنين فيه واحدة ريحة زوينا وايضا البنة كيجي زوينا انا غادي نحل معكم من الوسط باش شوفو كيكي يجي من الوسط وكنقدموه بصحة والراحة كان هذا الاقتراح ديال اليوم كنتمنى انه ينال اعجاب ديالكم ما تنسوش دائما تشتركوا في القناة وكننرحب بالمشترك الجدود ايضا نخليولي التعليقات ديالكم اللي كتشجعني دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته وبركاته